موسيقى الرياضية المفصلة من الميادين السلام عليكم اينما حلت الازمات تدفع الرياضة الثمانة باهظا اكثر من سبعين سجينا رياضيا في البحرين ضريبة المشاركة في التظاهرات والاحكام وصلت الى اكثر من ستمائة سنة سبعون لاعبا ومدربا معتقلون في السجون البحرينية والسبب التعبير عن الرأي الاحكام تفاوتت بين التوقيف والسجن المؤبد لجنة الدفاع عن الرياضيين المعتقلين تقول ان العدد الحقيقي يتخطى بكثير ما هو معلن وترى ان هدف الاعتقالات سياسي وتستعمل للضغط على المعارضة لاعب المنتخب الولمبي لكرة القدم حكيم العريبي ساهم في نيل الاحمر ذهبية بطولة الخليج حكم عليه بعشر سنوات بينما كان يمثل البحرين في بطولة خارجية لاعبون اخرون ساهموا بانجازات الرياضية باسم المملكة المضطربة باتوا خلف القطبان منتخب الكرة الطائرة حصل على بطولة الخليج الاخيرة لاعبان منه اقتداء الى السجن وهما علي مرهون ويونس عبد الكريم احكام قاسية تعرض لها العديد من الرياضيين ودعوات من جمعيات كثيرة للكف عن هذه الممارسات في حق من يحمل الوان البحرين في الخارج غالبية الرياضيين المعتقلين ينتمون الى العاب كرة القدم كرة اليد التانس الجنباز الكرة الطائرة وصباقات السيارات وادينوا بسبب التعبير عن وجهات نظرهم المؤيدة للاصلاح هذه الاجراءات التعسفية تتفاقم قبل ثلاثة اشهر من استضافة حلبة صباق السيارات فورميلوان منظمات المعارضة قد تعمدوا الى استغلال هذا الحدث بغية اثارة المزيد من الاحتجاجات ضد النظام الحاكم ممارسات الاحتلال الصغيوني بحق الرياضة الفلسطينية ستصعب الاتفاق على تحسين وضع القطاع الرياضي برعاية فيفا تحذير اطلقه جبريل الرجوب ردا على التضييق الاسرائيلي خياران لا ثالثة لهما وضعهما رئيس اللجنة الولمبية الفلسطينية الاعتراف بالقوانين والمواثيق الدولية والولمبية تجاه فلسطين والاعتراف بها كعضو فاعل في فيفا رئيس الاتحاد الفلسطيني هدد باطلاق حملة لطرد اسرائيل من الاتحاد الدولي في حال الاستمرار بل في حال استمرار عنصريتها وانتهاكها القوانين اوباما يطلب نصيحة رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي حول كيفية فوز منتخب العمسام بلقب كأس العالم سيد البيت الابيض قال مماذحا المنتخب الامريكي يتحسن بسرعة واطلب نصيحتك في كيفية الفوز بالموجال على غرار لفوريا رخا رئيس الوزراء الاسباني وعد اوباما باعطائه النصائح للحلول فقط كواصيف خلف حاملة اللقب لم يكن ليلمع ذهب الكرة من دون دموع الفرح كريستيانو رونالدو على عرش كرة القدم من جديد كل ما دار حول حفل الجريخ في هذا التقرير لن ينسى كريستيانو رونالدو هذه اللحظة طيلة حياته ليلة استلامه الكرة الذهبية امتزجت دموعه مع فخر والدته دولوريس ونجله كريستيانو الصغير دموع الفرح حبسها النجم البرتغالي ستة اعوام حين احرز الجائزة للمرة الاولى في مسيرته فشلت في حبس دموعي انها لحظة استثنائية في حياتي حصلت على الجائزة بعد موسم رائع لكن ليونيل ميسي كان يستحقها ايضا كما فرانك ريبري اهدي هذه الجائزة لزملائي في ريال مدريد والمنتخب البرتغالي ولروحي اوزيبيو لعب النادي الملكي حصل على 27% من مجموع الاصوات يليه ليونيل ميسي بـ 24% في محل فرانك ريبري ثالثا بـ 23% ليلة الكرة الذهبية ابتسمت الاسطورة البرازيلية بيلي فبكى بعد استلامه جائزة الفيفا الشرفية التهنئة الرسمية الاولى جاءت من نادي بارشالونا وسط غصة الاخفاق النجم الارجنطيني ليونيل ميسي باحرازه الكرة لقد غبت عن مباريات همة الموسم الماضي لكن رونالدو لاعب رائع ويستحق الفوز نجم منتخب السويد زلطان ابراهيموفيتش حصل على جائزة افضل هدف للعام الفائت اما انجازات باير ميونيخ التاريخية فلم تكن ليتتحقق من دون حنكة يوب هينكس فقد خطف لقب افضل مدرب بعدما فاز بالدوري الالماني والكأس ودوري ابطالي اوروبا حصة الالمان في التتويج ختمتها حارسة المانشافت نادين انجرار فكأفضل لاعبة للعام الماضي حفل زيوريخ انتج غسل قلوب مبادرات لم تكن لتتحقق في الامس القريب فكتبت صحيفة ماركا كريستيانو وبلاتر يصنعان السلام جائزة الكرة الذهبية ليست هدفه جملة اراد من خلالها فرانك ريبيري اخفاء خيبة امله المرتبة الثالثة في التصويت العالمي لم تكفي لاعب وسط باير ميونيخ لحصد الجائزة الحلم نجم باير ميونيخ تساءل في حديث لصحيفة بيلد الالمانية عما يمكنه فعله اكثر من احراز جميع الالقاب مع فريقه الالماني اللاعب الفرنسي الدولي عبر عن حزنه اكد ان عزاءه الوحيد هو اختياره كافضل لاعب في اوروبا تغييرات جذرية حلت على الكرة الذهبية مذ اصبحت تحت عباءة الاتحاد الدولي اتهامات صريحة وجهها رئيس الاتحاد الاوروبي لجمهورية الفيفا ورئيسها عدم تتويج لعب حقق جميع الالقاب الجماعية الممكنة يوحي بوجود مشكلة الكلام للفرنسي ميشيل بلاتيني الذي ابدأ اسفه لعدم فوز مواطنه فرانك ريبيري باللقب حامل الجائزة سابقا اتهم فيفا بالتدبير المسبق للنتيجة واستغرب تبدل مقييس الاختيار لتتحول الى صاحب الانجازات الفرديات فقط وتزمنت تصريحات النجم السابق ليوفنتوس مع تقرير نشرته سبورت الكتالونية تلوح فيه بمعلومات تشكك في بعض الاصوات التي تم تغييرها بعد تعيينه مدربا لأي سيميلان خلفا للمقال ماسيميليانو أليغرياسي لكلارنس سيدورف الخميس المقبل للاشراف على الفريق نجم خط وسط بوتافوغو البرازيلي سيعتزل اللعب نهائيا ليتفرغ الى مهمته التدريبية الاولى مع النادي الذي لعب في صفوفه عشرة مواسم ابن السبعة وثلاثين عاما سيبدأ المهمة بعد لقاء الغد في دور الستة عشر من الكأس أمام لاسبستية من الدرجات الثانية نتوقف الآن على جولة مع أبرز عنوين الصحافة الرياضية الصادرة لليوم ومايك شالهو بيليك مايك شكرا أماني وأهلا بكم في جولة على أبرز عنوين الصحافة الأوروبية والدولية البداية مع صحيفة ماركا فقد عنونت يبكي رونالدو الفائز بالكرة الذهبية يسعى إلى كتابة صفحة مميزة في تاريخ كرة القدم الصحيفة نقلت عن ليوني المسي قوله إنه لم يشارك في عملية التصويت لأنه كان يعلم سابقا هوية الفائز دائما مع الصحافة الإسبانية وننتقل إلى مواطنتها سبورت التي لم تفرح لفوز كريستيانو رونالدو بالجائزة فقد انتقدت عملية التصويت بعنوان هذه المرة لم يفوز الأفضل الصحيفة الإسبانية قالت منذ عام لم يفوز بالكرة أحد من دون أن يحرز أي لقب من إسبانيا ننتقل إلى الصحافة الأرجنطينية وتحديدا مع أوليف قد تابعت بالانتقاد عينه فقد اكتفت بكتابة نتيجة أربع في مقابل اثنتين ما يعني أن مسي أحرز الجائزة أربع مرات فيما اكتفى رونالدو بتحقيق ثنائية من الأرجنطين ننتقل إلى الصحافة الألمانية وتحديدا مع صحيفة بلد الواسعة لانتشار اليومية نقلت كلام رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني أشعر بخيبة أمل بلاتيني تساءل كيف يفوز فريق بكل البطولات المحلية والدولية ولا يختار أحد لعبيه لرفع الكرة الذابية من الأرجنطين مع صحافة البرتغالية وكتبت صحيفة أبولا دموع من ذهب اليومية انتقدت مدرب منتخب إيران كارلوس كيروش لكونه صوت لمصلحة ليونيل ميسي على حساب ابن بلده رونالدو وأخيرا من فرنسا مع صحيفة فرنس فوتبول هذه الصحيفة التي ابتكرت جائزة الكرة الذابية وسألت الصحيفة حيال أحقية تسلم رونالدو الجائزة فأجاب 63% بنعم علما بأن 5000 شخص قد شاركوا في الاستفتاء إلى هنا نأتي إلى ختام جولتنا الصحفية والآن عودة إلى متابعة النشرة وإليك أماني شكرا لك مايك ونكبل مع أخبار عالم الكرة صفراء اعتراضات واسعة على مواصلة فعاليات أستراليا المفتوحة تحت درجات حرارة مرتفعة جدا وسط تألق نجوم التصنيف العالمي لم تقف درجات الحرارة المرتفعة عائقا في وجه استكمال المنافسات المنظمون تجاهلوا بعض الأصوات المطالبة بتأجيل المباريات فقد الكندي فرانك دانيزيفيتش وعيه لست دقائق خلال لقائه الفرنسي فرانسوا بير فاكتفى القيمون على البطولة بالقول انخفاض معدل الرطوبة يسمح بإمكانية استمرار اللعب الحالة نفسها تكررت مع عدد من جامع الكرة وسط نجاحات متكررة لنجوم التصنيف العالمي الإسباني رفيال نادال حجز مقعده على حساب بيرنرد توميتش الأسترالي انسحب بسبب الإصابة بعد خسارة المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة السويسري روجر فدرير أظهر حماسا للعودة إلى التتويج بالألقاب المصنف سادسا تغلب على جيمس داكورث بثلاث مجموعات من دون مقابل ولد المضرب الناعم استهلت فيكتوريا أزارينكا حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على السويدية يوهانا لارسون البلاروسية بدت بعيدة عن مستواها في المجموعة الأولى وعانت قبل الفوز بها بسبعة أشواط لستة وأظهرت في المجموعة الثانية أداءها الحقي فحسمتها بستة أشواط لاثنين بدورها تأهلت الدينماركية كارولين فوتزينياكي إلى الثاني الأدوار المصنفة عاشرة تغلبت على الإسبانية لورديس دومينغاز دينو بمجموعتين متتاليتين وأنهت اللقاء بواقع ستة صفر وستة لاثنين تسبق عدد من الكازاخستانيين على لعب كرة القدم ولكن من نوع آخر اللعبة الجديدة تشترط على اللعبين ارتداء بالونات قابلات للنفخ وضرب الكرة في الملعب اللعبة أدخلت للمرة الأولى إلى كازاخستان بعدما وضع قوانينها قبل ثلاثة أعوام الناروجيان هنريك ألفستاد ويوهان جولدن ارتفاع شعبية اللعبة الغريبة في روسيا كرى الصبحة إلى عدد من الدول المجاورة ومختلف الدول من مدرسة مجهولة إلى سطح معمل خال فبيت يشبه مدينة الأشباح يتنقل ثلاثة شبان بخفة وبطريقة غير اعتيادية إنهم ببساطة متزلجون محترفون حركات بهلوانية رائعة وخطرة على علو مرتفع فوق أسطح المباني وسط مدينة ديترويت الأمريكية بين مشهد اقتصادي مترنح وبريق رياضة التزلج في بلاد العمسام يسعى المتزلجون لكسر حاجز الجليد وابتكار رياضة فريدة من نوعها نترككم مع هذه الحركات الرياضية الرائعة شكرا للمتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة